وقد شهد الرئيس السيسي افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمحافظة المينيا عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة حيث شهد افتتاح مصنع تدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل كما شهد طريق المينيا ديروت الصحراوية الغربية بعد تطويره وأيضا شهد افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمينيا الجديدة كما شهد افتتاح المزرع النموذجية لتربية المواشي ترجمة نانسي قنقر